ضمن احتفالات كلية تيرا سانتا بليوبيل الماسي على تأسيسها قررت إدارة الكلية إطلاق مبادرة السلام والخير بمباركة قدس الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة وقد تم تطبيق المبادرة بمدرسة بلاط الشهداء في جبل الويب دي بعمان متضمنة فعاليات وأنشطة متعددة شارك بها طلبة الكلية والهيئة التدريسية وأولياء الأمور وقال مدير كلية تيرا سانتا الأب رشيد مستريح أن الهدف من هذه المبادرة هو جعل السلام والخير قصة حقيقية لعيش المحبة والعطاء تجاه الآخرين وقد التقت لجنة الكلية مع مديرة المدرسة همسا نعيمي والمعلمات لشرح أهداف المبادرة والتعرف على احتياجات المدرسة من مختلف النواحي اختتم في قاعات كتدرية البشارة للروم الأرثوذكس العبدالي بعمان برنامج خاتمين على صخرة الرب في دورته الثامن عشر للمقبلين على الزواج بحضور الايكونومس آيرين يوسم دانات مسؤول بيت العائلة المسيحي ومدير مكتب العائلة والزواج بمشاركة حوالي 45 شخصا من الخطاب وبحضور قدس الأب إغناطيوس خليفة والمدرم خليل وهاب الذي تحدث عن شخصياتنا في الزواج وبعد انتهاء الدورة وزعت شهادات على المشاركين ما هدية وهي عبارة عن كتاب باركهما للأيكونومس سمعان خوري إضافة إلى أيقونة على سعيد المتصل عقد لقاء روحي وإرشادي مع أهالي هؤلاء الخطاب وبحضور عدد من أهالي الطرفين بحضور الايكونومس مدنات والمرشدة سمر تادروس حيث تحدثوا جميعا عن أهمية ودور الأهل في نصح وإرشاد أبنائهم المقبلين على الزواج دون التدخل بأمورهم الشخصية وحثوهم خلال فترة الخطوبة على التعارف الحقيقي والمصارحة كما تطرق الحضور إلى العديد من المواضيع التي تهم المقبلين على الزواج مع الدعوات لهم بالتوفيق في حياتهم الزوجية